بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين لا يمكن أن تفسر أو تحلل اجتماع هذا الكم البشر الهائل والرهيب دون أن تفترض وجود منظومة معنوية دقيقة في ترابطها وعميقة في تجذرها داخل كل فرد شارك ويشارك في هذه المسيرة الحسينية المليونية ويتأكد ذلك عندما تحيط بالظروف التي يمر بها المسير الحسيني المليوني على مدى العصور والأزمنة وبمعزل عن الظروف والتحديات التي يمر فيها عراق المقدسات في عصور مختلفة فالظروف مرة ممارسات ديكتاتور ومرة أمنية وأخرى نقص بجل أنواع الخدمات وما شابه فأن تجمع هذا العدد المليوني في منطقة جغرافية واحدة ومن مختلف دول العالم لا يمكن تفسيره بمعزل عن افتراض وجود ترابط بين العقل والقلب من خلال العقيدة ليشكل منظومة معنوية ذات بعد عاطفي عميق داخل الفرد قادرة على تحريك ملايين البشر من النساء والرجال والشباب والشيوخ للسير عشرات الكيلومترات مشيا على الأقدام لإظهار صدق العشق والولاء والتأكيد على العهد بالسير على وفق خطى ونهج الحق الذي لأجله قدم الإمام الحسين عليه السلام كل تلك التضحيات الجسام فالكم البشر الهائل الذي تحتويه تظاهرة أربعين الإمام الحسين عليه السلام تحفز ثم توجه عقل كل عاقل نحو تحليل هذه الظاهرة المقدسة من خلال البحث عن العنصر الذي يحرك هذه الملايين من الناس وبمختلف طبقاتهم الاجتماعية المختلفة وفئاتهم العمرية بحيث تنمح بينهم كل تلك الفروقات الاجتماعية لنصل إلى شيء من حقيقة السر العظيم بين الإمام الحسين عليه السلام وزواره وهنا مهم أن أؤكد لبسطاء العقيدة وفقراء الفكر أنه يمكن أن يجمعنا كثير من الأمور لكن ليس كل شيء يمكنه أن يوحدنا كما يفعل الإمام الحسين والاعتقاد بولايته المطلقة وأن الحسين ومسيرة الأربعين المقدسة أبدا ليست طريقا إلى أي مكان بل كل مكان وما يحتويه طريقا إما للحسين أو للشيطان كما أن خدمة شيعة آل محمد في مناسبة الأربعين بابها مفتوح فلتصطف البشرية جمعاء للتشرف بخدمتهم أيها الكرام يتجدد اللقاء مع تصاعد أجواء الخدمة والزيارة المقدسة وفي هذا اليوم يرافقني مدير الإعلام والاتصال في حكومة كربلان المقدسة الأستاذ توفيق الأحبالي أهلا برفقتكم في الطريق إلى الحسين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حياكم الله مجددا سادتي الكرام والأحبة أعظم الله وجورنا وأجوركم بهذه الأيام الحسينية وإن شاء الله جمعة حسينية مباركة أيها الكرام سادة الأحبة مجموعة الإمام الحسين الإعلامية تنقل لكم في صباح هذا اليوم الجموع الزاحفة صوبة كربلاء المقدسة من بابل وأيضا من منفذ مهران ومن طريق النجف كربلاء ومن باب بغداد وأيضا من مكانات مختلفة داخل مدينة كربلاء المقدسة أسر الله تبارك وتعالى أن يسدد خطأ الزاحفين صوبة كربلاء وإن شاء الله يصلون بأمن وأمان وإن شاء الله نوفق لخدمتهم في هذا العام وفي كل عام أيها الكرام سادة الأحبة متشرفا أن أرحب بمدير الإعلام والاتصال الحكومي في حكومة كربلاء المقدسة الأستاذ الزميل توفيق الأحبالي عظم الله أجوركم الله يبارك جهودكم وحياك الله أستاذ توفيق حياكم الله وعظم الله جورنا وحجوركم بذكرى أربع نية المام الحسين وأخيه عبد الفضل العباس وصحبه الميامين أهلا وسلم بكم أستاذ حياك الله أستاذ مصطفى ولي الشرف أن أكون معكم في هذه الحلقة تهياتنا جنابك أستاذ توفيق بداية كيف تتابعون إلى الآن سير عمل الخطط المختلفة الخاصة بزيارة الأربعين نعم بسم الله الرحمن الرحيم أكرر الترحاب بكم ومشاهديكم الكرام وبالأخوة القائمين على قدرات الإمام الحسين عليه السلام بالفعل كما تعرف سعد مصطفى وفي كل عام محافظة كربلاء المقدسة أصبحت مدينة عالمية حقيقة وهذه العالمية اكتسبتها من الإمام الحسين وأخيه بفضل العباس كربلاء مدينة هي صغيرة في مساحتها ولكن كبيرة في عطائها كربلاء المقدسة لا توجد مدينة في العالم أجمع تستقبل سنويا أكثر من 80 مليون زار على مدار العام فقط خلال زيارة أربعينة إمام الحسين تجاوز عداد الزائرين إلى أكثر من 25 مليون زار لذا يتحتم حقيقة ويكون واجبا على الحكومة المحلية في كربلاء المقدسة وكذلك حتى على الحكومة الاتحادية المركزية أن يكون هناك اهتماما خاصا وعداد خطط ليس خطط آنية إنما تكون هنا خطط استراتيجية توضع من أجل أن يقدم هذه الخدمات لهذه العزائرين بعد انتهاء زيارة الأربعين العام الماضي وكنا أيضا جالسين في هذا المكان وتحدثنا عن هذا الشيء عقد السيد محافظة كربلاء المقدسة اجتماعات متتالية مع جميع القائمين على الخطط المختلفة سواء كانت الخطة الأمنية الخطة الخدمية الخطة النقد الصحة وحتى الخطة الإعلامية الخاصة بالزيارة كان هناك مبدأ للتقييم ما هي نقاط القوة التي كانت موجودة وما هي المحوقات لا نقول السلبيات التي واجهتك أو ما هي التحديات وما هي المخترحات يعني أنت أثناء عملك لا بد أن تظهر لديك بعض المخترحات لتطوير العمل فكانت هذه الخطط مستمرة من العام الماضي لحد قبيل بدء أو انطباق الزيارة الأربعينية الإمام الحسين أكثر من اجتماع أمني أكثر من اجتماع خدمي أكثر من اجتماع صحي ونقل فلله الحمد لم نصل إلى مرحلة الكمال نقول بصراحة ولكن لو قارننا هذا العام عن العام الماضي وخاصة في خطط النقل والصحة والبلدية والماء وغيرها نجد هناك تقدم ملحوظ بالعمل يعني مثلا هذا العام بخصوص خطط النقل يعني اعتمد إنشاء ثمان ساحات على مداخل مدينة كربلا المقدسة وساحات عملاقة جدا وهذه الساحات مهيئة ومجهزة بأكثر يوم أمس كنا في جولة ميدانية في داخل هذه الساحات تنقل الزائرين إلى مناطقهم ومحافظاتهم سؤال كيف نتابعها حقيقة سيد المحافظ أسس ما يسمى المقرر المسيطر هذا المقرر المسيطر مجهز بالكاميرات فيها أكثر من 600 كاميرا على عموم مدينة كربلا المقدسة يوجد ممثلين عن جميع دوائر الدولة سواء كانت هذه الدوائر أمنية أو خدمية ويكون توجيهات سيد المحافظ بأن يكون ممثل هذه الدارة صاحب قرار عندما يحتاج من عندها في حل مشكلة معينة يعني لا يحتاج عندما تكون مشكلة في النقل يعني الشخص الجالس في المقرر المسيطر له صلاحيات مطلقة في حل هذه المشكلة فليس يعني وهذه أيضا جاءت نتيجة القبرات متعاكمة داخل المقرر المسيطر بأن يكون من يمثل دائرته هو صاحب قرار يعني قبل يومين كنت في زيارة لهم وشاهد يعني خطوات كل ما يدور في محافظة البلاء يكون إدارته وتوثيقه من خلال الكاميرات والتوجيه فضلا عن ذلك نحن فيه يعني إن شاء الله نوصل للمحور الإعلامي نحن أيضا ساهمنا كمركز إعلامي أو لجنة إعلامية خاصة بزيارة نورة من وحسين بتشكيل فريق سما أطلقنا عليه الفريق الإعلامي الخدمي هذا أيضا يرصد إضافة إلى التغطية الصحفية ونقلها للعالم أجمع أيضا يرصد ماذا يحتاج سعر الخدمات سعر الخدمات وين يتواجدون هذا منتشرين في عموم مدينة كربلاء شكذا حداتهم يعني نحن نقيقة استثمرنا للأخوة المتطوعون أو المتطوعين في الذين يعملون معنا في قسم الإعلامة والتصال الحكومي يعني موجودين حتى بعضهم خدام في المواكب ولكن هذا خادم في المواكب وأيضا يرصد لنوع الخدمة المقدمة في هذه تابعين حضرتك تواصلون يا جنالك يتواصلون من قلال أدي قروب خاصة إياهم يتواصلون يعني في زودون في صور يزودون من مقاطعة فيديوية والله الحمدى حيلها رأسا يعني يحولها بشكل مباشر للأخوة في المقرر المسيطرة وتحل يعني كان نقص خدمة شنو كانوا ينقلوا لك إلى اليوم يعني هم ما بلشوا من يا يوم حملوا هذه اللجا بلشنا حقيقة منهم خمسة صفر داخل مركز المدينة داخل مركزينة شنو كان ينقلوا لك عن حاجات أصحاب المواكب يعني بصراحة عن ملفات مثلا الكهرباء الكهرباء نعم المار المجاري يعني يعني مثلا انسيابية إيصال أشياءهم إلى المكان الموكب حسنت يعني من ضمن الأمور التي كان نرسلون حسنا عن نباوات قبل شوية أحد الأخوة أرسل لي يعني بعض الفيديوات نرسلهم ظاهر فجرا عن خطة اندقل يعني محاور يعني أكو بعض المناطق بحاجة إلى أن تحزز بسيارات كذلك يعني بعض المواكب محتاجة إلى مادة الثلج والحمد لله يعني سيد المحافظ قبل أرثات أيام موجه يعني بهذا الشيء بتجهيز جميع المواكب بمادة الماء والثلج نعم وانا قبل ما أتوجه إلى مقاركم الكريم شاهدت أكثر من خمس برادات كبيرة للثلج تحمل وتوزع على المواكب فهذه يعني الأمور يعني حتى لو تكون تحل المشكلة أو المعوق أو التحدي بنسبة 10% أو 15% أنت تقول ساهمت بحال نوعا ما من هذه المشاكل تقصد هذا اللجنة وقسم الإعلامي باعتبارها مختصاصة حال المشاكل لا مختصاصة ولكن نحن لابد أن نعمل كفريق موقول نسبة 10% قليلة لكن تقصد أنه مختصاص مختصاصنا الأخوة مكلفون الخاصون بهذه القدمة الخدمات القدمة الأمنية أتذكرت ملف الكهرباء أستاذ توفيق خلينا نتفق قبل أن نرجع للمحاور خلينا نثبت قضية دور الإعلامي يبقى هو سلطة رابعة وفوق جميع الأشياء اللي في الحسبان وليست في الحسبان على الرغم من أنه هنا يكون إعلام حكومي هناك مو إعلام حكومي يبقى هو وخصوصا حضرتك تتمتع بالشخصية اللي ممكن تدير الإعلام وإن كان صبغتها حكومي لكن تحافظ على المهنية لذلك اليوم خلينا نقط الأشياء بشكل دقيق بمهنية الإعلام بعيدا عن كون إعلام حكومي خلينا سألت حاربتك شنو تابعت لملف الكهرباء لهذه الزيارة قبل لا تحدث جنابك أذكرك أنه وزير الكهرباء أجل كربلا مع رئيس الوزراء رئيس السلطة العليا بعد ما كهو أعلى منه وأوعد الكربلا وزوار كربلا والمسير كله قال رح نوفر الكهرباء بشكل مئة بالمئة حضرتك كيف تابعت إلى اليوم ملف الكهرباء يعني حقيقة حتى تصريحات لسير المحافظة وسائل المسؤولين في كربلا المقدسة المعوق الوحيد الأساسي الذي صادثنا بهذه الزيارة هي الكهرباء بصراحة كما تعرف ليس دفاعا عن الحكومة المركزية أو دفاعا عن تبرير الهم يعني عدم وزارة الكهرباء أو عدم ناطق إعلامي وهما يعرفون بالسياسة ويعرفون أن يجابون هنفسهم بصراحة الكهرباء ثلاثة خطوات الانتاج والخطوة الثانية هي النقل والخطوة الثالثة هي التجهيز هذا عملية الكهرباء بصراحة أتكلم السيد المحافظ يعني قبل بعدني بمحرم قدم مخترح ناضج إلى السيد وزير الكهرباء وكذلك إلى الأخوة العاملون في مديريات العامل الكهرباء خاص بالكهرباء خاص بالكهرباء شنو يتضمن؟ الضمن المخترحة كالآتي قلهم كربلا لا تنظروا لها على المليون وثلاثمئة المسجلة أصلا في وزارة التقطيط الفعلي كربلا يعني جاوزت ثلاثة مليون الفعلي ولكن كربلا انظروها لمدينة تستقبل ثمانين مليون زهر لابد أن تكون هناك خطط استراتيجية خطط موضوعية خطط بعيدة المدى مؤانية أن يكون وضع المحطات إلها خاصة في كربلا خطوط النقل تكون خاصة في كربلا لأن الآن السيد مصطفى عندما نتحدث بصراحة لديك أنت 14 ألف موكب في كربلا وهذه المواكب صراحة وحقهم نحن بثمان نقول بالإعلام العالم في تطور تستخدم التكنولوجيا الحديثة أصبحوا أيضا هم في المواكب الحسينية يستخدموا التكنولوجيا الحديثة هذا شيء إيجابي إيجابي طوانا أقول إيجابي والجو الحار هو يحتاج أكثر من هذه الخدمات بالمناسب وأصلا مفروض الحكومة يتوفر هذا التكنولوجيا حسنتم في السابق كان المواكب يطبخ على حطب الآن تجد داخل المواكب كلها أجهزة كهربائية لجميع أنواعها وهذا الشيء مطلوب ومهم جدا توفير القدمات للزارب هذا يتطلب من وزارة الكهرباء وسيد محضوظ قال لهم قال لهم الأخوان أقطونا كهرباء من واحد صفر نسميها بين قوسيا تجربة هذه التجربة حتى تعرف وين يصبح عندك الخلل يعني أنت طيثني كهرباء اليوم مثلا نقول محولاتي أو خطوط نقل مالتي المحولة إلى كربلاء تكفيني مثلا 1400 ميجا صح؟ باليام العادية صح ولكن بهتش كمائل بهتش أعداد كبيرة بهتش أجهزة سأل مصطفة نقطة مهمة كل بيت في كربلاء تحولها لموق صح يعني هاي 14 موكب أصحاب السرادق صح ولكن هل حسبنا حساب بيوتات كربلاء أحياء كربلاء أقضية كربلاء كلها تحولت لا يوجد الآن بيت في كربلاء لا يوجد فيه زوار سواء كون حرب أو عراقين صح إذن لو نحسب لدينا أكثر من 30 ألف موكب يعني نحسب كل هذا هذا الشيء يعني حتى صاحب البيت اللي كان بيت عائلته خمس نفارات يعني يعرف شون يرتب بضعها الآن الجوفد 20-30 زاد الاستخدام للطاقة الكهرباء زاد الاستخدام للماء زاد الاستخدام لكل شيء نعم حتى الوقود زاد فقال مطلوني كهرباء في نسبة عالية يعني أكثر من 2000 ميجا أو 2000 و200 ميجا ولكن من واحد صفر وأنتم جربوا وين راح يصبح عندكم شدون وراح يصبح عندكم خلل معين حتى تعاجوا ليها قبل الذروة لزيارة يعني للأسف ما كان استجابة يعني أكو استجابة وصار شدون بس ما كان جميل خلينا نوقف هنا أستاذ توفيق الكلام اللي يتحدثون عننا المسؤولين بأنه المواكب تسحبه واي والمواكب من استشدل يدل على أنه صاحب المواكب من يسد مواكب السنة طيلة السنة هو يفكر شلون يكون أفضل بالسنة الجادة والحكومة ما جاي تفكر يعني بمعنى المواكب جاي ترتقي بخدماتها على الرغم أنها رائعة في كل السنين والحكومة جاي إذا ما تنزل فهي نفس المستوى وهذه مشكلة حقيقية من جانب ثالثة أسأل حضرتك أنه لو ما كان أكو تصريح للوزير بأنه راح نوفر خدمات الكهرباء يمكن أنه ياك ما راح نحتب لأنه ندرب الكهرباء شنو وضحها وهنا مسؤولين من مجلس النواب يتحدثون عن أنه أحنا مظلومين في كربلاء والظلم سياسي بعض النواب مجلس النواب يتحدثون قصدي القصد والعهد على القائل أقول أنه سابقا نعرف أنه وزارة الكهرباء تظلم كربلاء بوضحها الطبيعي فضلا عن الزيارة المليونية لكن من يجي الوزير مع رئيس الوزراء يتحدث أنه راح يوفر الكهرباء مئة بالمئة ويقول مو بس كربلاء أصلا المحافظات المؤدية إلى كربلاء وتجي بهذه النتيجة مشكلة حج يعني هي حقيقة الآن هي في طاولة التقييم ورفعت سيد المحافظة ورفعت للسيد الرئيس الوزراء وتحدث معه بصراحة من أورب تقرير اليوم أمس كان هناك دراءة تلفزيونية وكذلك من خلال التقارير اليومية يعني بصراحة المشكلة الأساسية فقط هذا وإن شاء الله نتمنى يعني أن يكون هناك تخطيط ما بعد زيارة نحن نتبقى لها سوى يومان وإن شاء الله يعودون سالمين غانمين إلى أهلهم نتمنى أن يكون العدة الحقيقية تبدأ من بعد 21 صفر لحل هذه الأزمة الكبيرة جميل جدا أيضا ونحن نتحدث عن الخدمات أسأل حضرتك ربما سؤال أخير بهذا الجانب إلى أي مدى هناك استفادة من قبل الوزارات والدوائر الخدمية من السنين المتعاقبة لهذه الخدمة المليونية تحدث عن كل السنين المتأخرة هي تشهد أعداد مليونية كبيرة جدا نعم فتزايد نعم تمام فإلى أي مدى هناك استفادة من قبل الدوائر المعنية والوزارات المعنية من هذه السنين المتتالية في هذه المليونية لابد سيد مصطفى يعني أمير المؤمن يقول من تساوى يوم ما هو مغبوط فإلى بلد أن يكون هناك استفادة حقيقية الواقع شي يقول أكو استفادة؟ يعني بصراحة أنا نتكلم كحكومة محلية زين يعني إحنا ما نقدر نحكي بس حكومة محلية أستاذ المرتضى أستاذ المصطفى المسألة تكاملية لا قصدي أخلينا نتفق على فتشي أستاذ أحنا ما نحمل حضرتك ولا أبدا إحنا دعا نسولف كسلطة رابعة متابعة وواجبها أن تتابع أنا أقول بس شي عبراء وحدة فضل أهل المكدر أدرب الشعبية يعني المفروض الإدارة الحقيقية إدارة المركزية أنت تكون لدى الحكومة المحلية في كربلة لأن أنت أبو كربلة يعني السيد المحافظة حكومة المحلية نوابة مجلس المحافظة الآن اللي تشكل مع الحكومة المحلية كاملة الحكومة المحلية هي تعرف تعرف شين احتياجات المحافظة تعرف طرقاتها رامل الحكومات الوزارات السادة المسؤولين من بغداد حتى لو كان بأيام الاحتيادية يجي يجي كزيارة معينة يعني ما يعرف الكثافة السكانية وين تكون الاحتياجي تفعلية وين يكون لا بأس يكون لي داعم ولكن لا يدير لا حقيقة أنا رأيي الشخصة هذا أضيفه وأيضا رأيي أتمنى يعني يكون الإدارة الحقيقية هي ذبها برأس الحكومة المحلية أستاذ أبو مختبر باللغة العامية أنت دعم الحكومة المحلية باحتياجاتها ومتطلباتها وذبها برأسها وقعد عاربة تريد تقول أكو مشكلات كانت بسبب إدارة الملف من قبل مسؤولين من بغداد يعني لابد أن يكون لهم دراية كاملة بما يدور في كربلاء المقدسة لأن طراحة يعني الحكومة المحلية في كربلاء تعمل جاهدة حقيقة تحاول بأي طريقة أن توفر الخدمة للزار أشوفها يعني برأيي الشخصة غير موافقة كانت لابد أن تكون الإدارة بباهر حكومة بغداد ما تدرب هذا الشيء ولذلك من يريد يساعدوننا بزيارة مليونية مثل الأربعين يجبوننا مسؤول على النقل يجبوننا مشرف على الخطة الأمنية فأجتهدوا فأرادوا أن يحسنوا أخ العزيز يعني أسموه متحن حقيقة تكلم بصراحة وللأمانة زين أتكلم عن يعني أنا مدير علامة محافظة تعرف والسيد المحافظ هو مسؤولنا المباشر وهو المسؤول الأول في كربلاء سبب نجاحه وعمله وتشوف اللي ما يجري في كربلاء منين يجي؟ نعم لا يعتمد على مجساتي بدرجة الأساس يتابع صغير أو كربل نفس وصلت لفكرة فالشخص المسؤول الأعلى عندما يتابع أبسط القضايا بنفسه زين يحقق الإنتاج الحقيقي أما أنا أجلس وأعتمد على مجساتي هنا وهنا أنا يوم أمس أحد الأخوة لا أتصل عليه أستاذ ليش هاي المشكلة قلت لأ عزيزي توني قاعد أنت شفيتها قاعد نقلول إياها قلت له نقال بالفندر قلت له تعالي بالشغل طبعا ما تعرف لا قلت له تعالي أنا قلت بالشغل أحد شخصيات كربلاء المهمين تواصل وهي أحد مسؤولين بملف مهم محوري بالزيارة الأربعينية كان يتحدث يابا ترى الكهرباء قال شون كهرباء ماكو بكربلاء طبعا هو مسؤول ملف وداخل كربلاء هو من حكومة بغداد بالضبط مثل ما تفضلت هو يدير الملف ولكنه قاعد بفندر لا أنا قلت له أنا أحد المالدي نسميها حقيقة قلت له أنت وين قال أنا بالفندر قلت له الحبيب أنا قاعد بالشمس على عبارة حذرني قلت له تعالي ينمو شوف أرطني المشكلة قال نقلولي يصورولي قلت له يا حزيزي تعال شوف الشخص الميداني صاد مصطفى حقيقة الشخص الميداني ابن الواقع ابن الجمهور اللي يسيروا ياهم يعرف انتظلاتهم مني أنا بالموكب بني يقول لي محتال ثلج أنا مون يم يقول قلاص مي بارد وقلل الشرك بيه ثلج حقيقة بذاك من تسيروا وياهم بالشارع وشوفهم شين احتياج الماء البارد شين احتياج الكهرباء من يشوف الناس يسيروا هذا يعني وضحها تعبان تشعروا معاناتها تكون عندك حماس أنا حقيقة بصراحة أتكلمها أنا مستعد المحافظة مهد كربلا رجل يفتر ويدور في شوارع كربلا فمن قل له نقص مي يعرف شين قيمة تقص المي بالنسبة لحكومة كربلا سيد المحافظ والعاملين معا أو الحكومة المركزية هناك من يشخص أن كثير من المشاريع الاستراتيجية الخاصة بالزيارة المليونية موضوع محافظة كربلا والتوسع والأشياء هذا جانب آخر فيما يخص الزيارة الأربعينية إلى اليوم ما عندنا المشاريع الحيوية الاستراتيجية التي تستوعب الزيارة المليونية لا أستاذ مصطفى مثلا في ملف النقل تحدث عن الساحات الكبيرة لكن نحن بحاجة للأنفاق والجسور والمترو والمطار وهذه التفصيلات التي هي مشاريع سراتيجية تستوعب العدد المليوني صح سيد المصطفى جنابك مواكب كل الأحداث التجرية والأخبار التي تجور في محافظة كربلا يعني الآن إنه واحد يشاهد لحد الآن اليوم الجيت الزيار يصل إلى مبدأ المحافظة لحد هذه اللحظة بينما كان في السابق سلامات السابق طبعا ينزل مختلف صحيح 5-6 كيلو صح ويجي هل من يجي يجي من توسع الشوارع يعني هل محلية يعني مثلا عند شارع بغداد كربلا أصبح مئوي زين الحلة كذلك نجف كذلك إضافة هذا العام تم افتتاح رابط الجنوب بدورة المام الحسين الأول زين اللي بطول 21 كيلومتر اللي يربط كربلا في بابل زين خفف زب عندك رابط الجنوبي الثاني اللي على طريق بغداد ناحية قضاء الحر وكذلك هذه المشاريع هي مشاريع محلية أما المترو حقيقة هو مشروع داخل ضمن الخطة سكة القطار المطار إن شاء الله يعني عامل مقبل يكمل مئة بالمئة هذه كلها مشاريع استراتيجية بحاجة إلى أموال طائلة هو هذا يعني هو الحكومة المركزية أو الحكومة الاتحادية هذه مشاريع استراتيجية كمشاريع ضمن مواسعة محافظة يعني الحمد لله خففت كثيرا جيد وهذا جميعا نشهد به تسألني مقدمة نعم الافكار مقدمة من قبل حكومة المحلية في كربلاء نعم مقدمة كلها ومكتوبة أضروا لك مثال بجوانب أيضا مهمة حتى الروح للإستطلاع مثلا مدير المجاري يتحدث عن أنه مركز المدينة تستوعب أقل من 800 شخص هذا واحد صح مسؤول الكهرباء يتحدث عن أنه صح نحن نتحدث عن زيارة 25 مليون تحدث عن هذه المشاريع أستاذ بمرتضى صح هذا كلها مكتوبة صدقني أستاذ مصطفى ولكن هذه يعني أنت الآن عندما تريد هسا تعد هذه الحلقة تحتاج إلى بعض الأمور اللوجستية والفنية المشاريع الضخمة الاستراتيجية هي حاجة لأموال طائلة بصراحة وهي ضمن موازنة الاتحادية أما موازنة المحافظة أما ضمن القطط أنا حسب متابعاتي تم افتتاح مجمع ماء في مركز المدينة 800 ميجا 800 متر مكعب صح أو جزء تحدث السيد المدير المايا صح يعني وأكو عندنا واحد عشرة ألاف متر مكعب أنا هالسنة أو هذا الموسم كانت أزمة المياه أقل بكثير حسب متابعاتنا ورصدنا تختلف عن العام الموضوع حتى تختلف عن الحاشر المحرم الحرام إذن أكو مشاريع ولكن هي مشاريع محلية تحاول تحاول أن تخفف نحن بحاجة إلى مشاريع ستراتيجية بعيدة المدى نحن نفكر في يوم الأيام تكون زيارة الـ 400 مليون لا السادة مسؤولية الدواء الخديمية خصوصا بلدية المركز شنو كاتبين على ظهرهم تشرف بخدمة 80 مليون زار 80 أكو يعني نفس البلدية ما تستوعب خدماتها بمركز المدينة مليون مليون أحسن أستاذ مرتضل يعني هسن لطف الإلهي موجود بالموضوع لا لا هذا موضوع آخر هذا ما يخص اللي يمعزبهم وليما المدى صدقني أستاذ مصطفى يعني كربلة لابد أن ينظر إليها ليس محافظة من هو اللازم يعني الحكومة التحدي لا بد أن مو رئيس الوزراء يومي يجاي هنا يعني الوزراء باليوم أنا سجلت كم وزير جاءنا كل الوزراء يجوا بالمناسبة اللي دايجون هم اللي شغلنا يمهم يعني الماء والمجال الأساسيات الخدمات الأساسية شنو تكون زيارتهم اللي هنا ثم إحنا من راح نعقد مؤتمر ويكونون موجودين هم ونقول خطة الخدمية تمام ونجحات وإحنا توفرنا من الكهرباء زيني داع 50% هذه مشكلة هي المشكلة كبيرة هي بحاجة إلى خطط وصال مصطفى يعني حقيقة يتمنى أن يكون هناك لجنة يعني داهل كل وزارة مو لجنة سيقلك من واحد لجنة مشكلة لجنة لجنة داخل كل وزارة أنت يا وزارة أنا سأتكلم معنا محافظتي نعم نحن 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 مطلوبا عندنا حقيقة بعد انتهاء الزيارة كل اللي استلموا الملفات أن يرفع تقرير مفصل تقييمي للسيد المحافظة أنت أنا سأتكلم عن نفسي أنا كالرئيس لجنة إعلامية تعال يا بلجنة إعلامية أنت هذا السنة سويت شفت نعم شنه الإيجابيات اللي عندك شنه المحاوقات اللي عندك التحديات وشنه مقترحات لتحسين العمل هذا مطلوب من عندي أنا هسا داعد وإن شاء الله عندنا هذه زراحة نقدمة بشكل مفصل إلى السيد المحافظة لجنة الإعلامية اللجنة النقل الموجودة يبقى نتمنى من الوزارات خاصة الوزارات المهمة جدا هي كلفة لجانها موجودة الآن في كربل هل كلام صحيح تعال يا أبو اللجنة أنت تكلفت دزيتك عن إيفات وعملت سعيفات خدمة للحسين لا لا إيفات أي وظيفة شي تتحسب إيفات إيفات أنت شنه اللي صادفك شنه الإيجابي شنه المعاوق شنه التحدي وشنه مقترحك وخلي بعد ذلك يستقبلهم والنعم من أدكم يحلسك يا أبو تجيبوا أوراقكم وفتعالوا وخلني قعد أذني مالاتنا وذني مالاتكم وإحنا عدفنا واحد فلهذا اللي يريد خلي أقول فتشينا طبعا خلي أقول لزمالاء عذرونا اليوم ما راح نروح استطلاع خلينا نبقى لو كل وزير من اللي ذكرتهم ونذكرهم دائما خصوصا الخدميين يحرج خلينا نكون صريحين يحرج ترى زحم عليك أنت صرح تتوفر مية بالمية شلون تصرح وانت ما تدري هل أجهزتك المحولات الكابلات تستوعب هذا العدد والأيام لو ما تستوعب أكيدا أنت من صرح توزير لوزارة لا بد أن تكون أنت ملم بالموضوع كذلك كل الوزراء لو يحرج بكربلا فهو بين خيارين إما ما يجي نهائيا استاذ أبو مرتضى وإما يوفر الخدمات ويصرح يقول أنا يابو ما أقدر بعد الزيارة يعني استاذ مصطفى هذا المرنامج صالة سنين أي والله وأنت ولا حلقة ما تكون موجود به إلى الآن زين يعني نقول نتمنى وندعو لا أحنا ما نتمنى لا لا ولا التمنى باللغة العربية صحاب التحقق استاذ مرتضى إحنا نقول برامجنا في مجموعة الإمام الحسين الإعلامي هي النزر اليسير من العالم اللي تشتغل بهذا الملف نسأل الله أن يتقذب بس قياسا ولكن لابد أن ننصر بس قياسا مصال مصطفى نعم يعني نكون منصفين أو ما نقبل بعض زين قياسا لو نتعاتبيا نسويها السنة أكو خدمات أفضل من العام زين ولول يعني نقارن بعض الشيء يعني كنا نعاني من النقل سنوات الماضية كنا نعاني من الماء ونعاني من الكهرباء وبعض الأمور زين الآن يعني النقل تقيبا نسبة كبيرة جدا جيدة زين الماء يعني هذا العام أنا لاحظته وتابعته جيد بقد عندنا قصدك أحسن من العام الماضي زين أكون نوع من الماء أكون تقدم زين نوع من العام تقدمات توسع المدينة شوارحها زين احتياجاتها أمور يعني إن شاء الله نقول أقول فتشي وبركاته الماء من حسين إن شاء الله العام القادم أحسن محلول إن شاء الله أحسن محنا جاينا نمشي بطبيعي خلقوا الفتشي خلقوا الفتشي إحنا بكربلا جميعا من السيء لا قبل أن نكون الحكومة كل الناس اللي موجودين حاليا دور فعالة دور فعالة هالكربلا اسمح لي خلقوا الفتشي كلهم خدام ويتشرفون بالخدمة وذول المواكب اللي موجودة بيهم الشخصية العشائرية الكبيرة بيهم من فضلاء الحوزة بيهم أكاديم بيهم مو كلهم ولكن جميعا خدام تدر منه المفروض مدير الموكب نعم على المستوى الماضي مو الإيمان صلى الله عليه سيد المحافظ والحكومة المحلية صح هم الناطقين باسم الموكب الكبير وهم كبراء الموكب السيد المحافظ هو شبير الموكب هذا شبير صح لو مصح حقيقة فما لازم يقبل بالنزر اليسير ويتحدث عنها خدمة سيد المحافظة لا أستغل لك الرجل يعني هسا غائب وإن شاء الله أكو حلقة إن شاء الله وإن شاء الله يعني الرجل لو شفع يجاهد حقيقة يعني أتكلم من إنصاف لجاهد جهاد الصحابة في سبيل علو كربلا وتحقيق الخدمات لكربلا أتكلم من إنصاف وجالس يعني باجتماعات خاصة واتصالات خاصة مع الحكومة المركزية وشون يتحدثوا يعني يقاتل الاستقتال في سبيل يجيب خدمة لكربلا المقدس صلاة أني وفقه خلينا نروح للملف الإعلامي أستاذ توفيق تعرف حضرتك زيارة مثل الأربعين المليونية مهمة جدا قد ما تقدم لها وسائل الإعلام المختلفة فما زلنا نحبو في إنصاف هذه الزيارة المهمة كيف يصير العمل الإعلامي كيف تعملون حضرتكم على استقطاب الإعلام العالمي لإنصاف أربعين الإمام الحسين عليه السلام نعم شكرا جزيلا سيد المصطفى وتعرف جنابك ودائما هذا الشعار نرافعينا كل هذه الخدمات التي حتشينا نحن سواء كانت خدمات أمنية خدمية صحية نقيل مختلف أنواع الخدمات تكون خدمات غير منظورة لو لا العدسة لو لا الصحفي لو لا الإعلام لو لا وساء الإعلام يعني العالم الآن ما يدري شين يدور في كربلاء هذه المدينة كما قلنا المدينة الصغيرة في مساحتها كبيرة بعطائها يعني العالم الآن بعض التقيت بيهم اليوم قبل أربعة أيام كان وفد من الإعلامين والصحفين والأصحاب المحتوى العرب الأجانب تحدثت معي أحد الصحفيات من الأرجنتين تقول حفيد غاندي موجود في كربلاء فجاي سيرا على الأقدام فيقول يتحدث إنه وينظر للرجل الكبير والطفل الصغير والمرأة الشابة والمرأة الكبيرة مختلف الأعمار ومختلف الصفات والأمور وكلها تقديم يقول العبارة حجاها قال ما أعظم هذا المعشوق هؤلاء الذي يسيرون ويضحون شنو معشوقهم هذا شنو عظمته إذن هذه الأمور كلها تأتي من خلال الإعلام ودور الإعلام لذلك كان تشكيل عن توجيه السيد المحافظ بضرورة أن تكون هناك لجنة إعلامية خاصة بزيارة 40 تنوان الحسين من مهام هذه اللجنة يعني هو تشكيل مركز إعلامي والله الحمد يعني تم تشكيل هذا المركز الإعلامي وتهيت ستيج كبير المساحة تزويد الخدمة الأنترنت تزويد حتى موقع جدا موقع كان استراتيجي حقيقة كل شيء وقريب يعني الضيف يمكن أن يوصل لك الزائر يوصل لك الزميل الصحفي أو الإعلامي بعض برغام للزملاء جدا موجود وتعرف الإعلام والصحفي سواء كان داخلي أو خارجي يهتم بنقطة أساسيات نعم أنت توفر لمكان يظهر من عند البرغام هذه النقطة الأولى أنا ألفت حضرتك وبعدت سيد الموقف في ذلك أنه وجود المسؤولين المهمين ومسؤولي إعلام الدوائر التي تحتاج منهم أرقام للقوة تصريحات نعم أنا بالنسبة لي السعوات موجود ضمن أعتقد القلوب هو يعني إحصائيات أول بأول معنومات أول بأول أنزلهم من خلال هذه القلوب يستفادون معدهم بصراحة الزملاء الصحفيين والإعلاميين خاصة لأصحاب البث المباشر بخصوص العرب والأجانب بصراحة يعني أنا بالنسبة لي التقيت بعدد محدود منهم يعني حتى أكون صادق معك من نقل للصورة يعني التقيت أكثر من 20 إلى 25 شخصية كانوا متوزعين بين الصحفين هنود وإتراك وألمان أرجنتين باكستان هند حسب ما أذكرهم نظر الشخصية سوريا كانوا بعض المدونين والصحفين السوريين لبنانيين أيضا إضافة إلى زمنان الصحفين من المحليين من كربلاء ومن بغدال من العراق أيضا يعني بصراحة هذا العام لاحظت وصلت رسالتنا أنا رويتها قبل ما فعلا في الكواليس يعني الفريق الهندي أو الصحفين الهنودي للناس يعني عندما التقوا بنا والتقوا بالسيد المحافظ وزجالهم يعني أرسلوا لي يعني بعض ما نشروه في صحفهم في الهند عن زيارة كربلاء وهو هذه الأساسية في عمل الزيارة إحنا يعني أحد اللقاءات مع أحد القنوات الفضائية سألتني قلت يا بل أنت أو أنتم كلجنة إعلامية في كربلاء هؤلاء الصحفين العرب والجانب أو الأجانب الذات يعني موثنة صراحة يعني إحنا يمكن أن نغطي الموكب ونغطي الدائرة الفلانية لا هذا يجيك عن قصة هذا شون قدرت توصلوا لهم قضية الإمام سؤال مهم سؤال مهم يعني حقيقة تقطياتنا المحلية يعني يكون دائرة الفلانية ما قدمت يا محافظ ما قدمت الجيد عدد هذا هذا حسب موارسة عملي وياهم خاصة الأجانب الذات تحديدا ما يبحث عن هذه الأمور صراحة يبحث عن قصة واحدة قصة معينة من خلالها أنا يوم أمس أحد الوكالات الآلمية كبيرة يقول أنا إذا أخذ قصة عن المردود الاقتصادي للناس اللي استفادت بزاعة الأرباح يعني هل حققت هالمحلات الباعة غيرهم كسبوا مردود اقتصادي من هذه الزيارة المليونية هذا أحد الصحفين الوكالات وصحفية أخرى تصلت بي قالت لي أحنا تلاحظت هناك أجهزة حديثة لدى فرق الإطفاء يعني هي العام ما رجاية وغالي العام قال العام ما لاحظت سأنا لاحظت أكو تقدم نوعا ما بالخدمات عاما بعد عام فأنت مطلوب قاعدت أجيسي قصة وكيف تتعامل مع الحجود المليونية الأجنبي تعاملت في صراحة بالمقلال المركز العامي بهذه الطريقة أوصلت قضية أو رسالة الهدف الآن من إمام الحسين عليه السلام من خلال قصص مما تناسب وسائلهم العلامية وطبيعة مجتمعاتهم يعني مجتمعات تسمينا أصحاب المواكم وخدم نحن نسميهم خدم يعني الصحافة الأجنبية تسميهم متطوعون أنا ما عندم أنا خلي يقول متطوع ولكن متطوعون في كربلاء أكيد راح من ينزل الخبر أو من ينزل البوس أو من ينزل الصورة أو الصوت ياب هاي كربلاء بيها متطوعين ما يقارب نقول فمئة ألف أو مئتين ألف إنسان يخدم أكيد راح يتبادر بالذهنة شين هو كربلاء وشين الجانب أنا وصلت وليش هذا الكمل وليش الكمل هاي تتطوع مجانا الخدمة أنا ما يهمني من المفردات يتلاعب بيها الصحافة الأجنبية أو حتى بعضها العربية أنا يهمني أريد أحفز الخلايا لدى بعض الجمهور الموجود بذلك بأي مصطلح تكتبه كتبه إلي ما عندي مشكلة ولكن وفعلا يعني صارت التواصل بعضهم يقول بدي هنا من ننزل نزل ونكتب هذا الهدف الأساسي أنا لا يهمني من المصطلحات ومفاهيم ويتلاعب بالألفاظ خير يتلاعب بالألفاظ ولكن الهدف العام والفكرة عامة أن تصل هل لاحظت حقيقة جميل بدينا نشتغل علي جميل جدا يمكن بقيت عندي أقل من دقيقتين أسألك أكو تعاون بينكم بين هيئة الإعلام والاتصالات أستاذ ميثاق هنا تحدث تميمي تحياتنا لحضرته عن أنه هو مفر لكم والشركات أيضا مفرط لكم إنترنت وغيرها من الخدمات أنا أتقنل بصراحة ويمكن راح يزعل بعض كان هناك اجتماعات واجتماعات يعني كثيرة كما تعرف نشكلنا منذ سنوات لجنة يسميناها الخليل الإعلامية إلى هذه اللجنة تضم الإعلام المحافظة وإعلام العتبات المقدسة الحسين والعباسية وهي تلعام منتفضات وقياة العمليات أو قياة الشرط رفض وناقشنا بكثير منهم ولكن صار اتفاقات يعني كثيرة قبل الزيارة مع الأخوة في إعلام والاتصالات يعني شين هو يقدمونا هم الناس بصراحة همان نقبلهم وفروا فنادق للصحفيين العرب والجانب أنا اللي لاحظت من عدهم بصراحة يعني بحدود سبعة وثمانية للي تواصلت إياهم هم يقولون عندنا أكثر من خمس مئة أنا كمس المعلام وماتصال حكومي يعني بهذا الملف ما دخلت كتسكين يعني رسلت بعض الأسماء لهم بعد ما عرف يعني يمكن أن يكون سكنوهم أو لا أما بخصوص خدمة الأنترنت كان اتصال هو من الأخ يعني في هيئة الماتصالات بتقوية مساحة المركز اللي من خدمة الأنترنت وخدمة الاتصال الأخوة يعني بأحد الشركات وفتوا بعدها وجد نصبت والجهة الثانية ما أدل أذكر هنا حتى ما تكون أمور شانا ثانية هي عرف نفسها لحد هذا اليوم وزيارة تنتهي بعد يوم لم تقدم أي شيء فاحتمدنا على الرغم من توجيه هيئة الأعلام أي ما لحد الآن يعني أنا يوم أمس أو قبل يوم تحدثت معهم قالوا لحد الآن ما نعرفوا شوقت قلتوا مش خلوا هورز زيارة إن شاء الله يشد صراحة شيئا فاحتمدنا احنا كتوجيه سيد المحافظ يعني احنا على الكابل الضوء الخاص بنا نعم كمحافظة ووفرنا أكثر من منفذ للأنترنت يعني تقيمة ثلاث منافذ منفذين داخل المركز الإعلامي ومنفذ على الستيتش نعم بواي فاي والحمد لله والشكر خلص وقتنا بس أريد ثبت نقطة أنه بهذا القصد أنه هيئة الإعلام والتصالات كانت اشقد نسبة تعاونها وياكم أو دعمها لكم في هذا الجانب بصراحة هي بالحاجة هو دعمتنا لا لا بالواقع بالواقع لا قليل ما دعمها قليل الكلام أحكيها بصراحة يعني هم يسعون أحكي عن هيئة إعلام كربلة نعم كربلة متعاونين مئة بالمئة لكن على أصل الواقع يعني مضمن دعم لكم المنصفين يعني طلبهم منعدي بعض الأرقام لزملاء الصحفيين يعني بحث يزودون خدمة انترنت قسم الزودة وقسم الزودة والحال أنا ممتن جدا من حضرتك مدير الإعلام والاتصال الحكومي في كربلة المقدس أستاذ زميل وقت قيم وإن شاء الله الجمهور قد استفاد من بعض ما طرحناه وإن شاء الله نقول لهم نسعى للعام البقل إن بغض حيات لدينا نسعى بأن تكون خدمات أفضل وما يليق بكربلة وزاهرها إن شاء الله تعالى صلى الله توفيقكم لذلك أيها الكرام سادة الأحبة ختاما لكم مني ومن أسرة العمل أجمل التحايا بلون العزا إلى الملتقى اشتركوا في القناة